عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منع عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أجريت له رعاه الله جراء التهاب في المرارة معربا عن تقديره لكل من سأل عنه أي يده الله للإطمئنان على صحته عقب ذلك اطمأن مجلس الوزراء على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحيا وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وأثار جائحة فيروس كورونا وأصبوا للوقاية منها سائلا للمولى جلت قدرته أي أكتب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأوضح معالي وزير الإعلام المكلفة دكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس اطلع على جبلة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا وتطوراتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة وما يقدم لها من الاهتمام والرعاية الصحية والعناية الطبية في ضوء استقرار الحالات الحرجة والإصابات والارتفاع في معدل حالات التعافي مع الاستمرار في الرصد والمتابعة الدائمة لكل المستجدات والتوسع في نطاق الفحوصات في مختلف المناطق عبر المختبرات المتخصصة بأعلى مستويات الجودة وتناول مجلس الوزراء ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض من بحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميقه في شؤون الدولية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة والتي جاءت امتدادا لجهود تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين وقدر المجلس إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية والرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطوير الحكومة الإلكترونية بتحقيقها المركز السابع والعشرين عالميا والثامن بين دول مجموعة العشرين وعدته تتويجا لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد أليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالميا في ظل رؤية 2030 وبين معالي الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء عد إعلان البملكة وبالتعاون مشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب تصنيف ستة أسماء قدمت تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش الإرهابي بأنه جسد مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها ومواصلة المركز تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعظام من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا على أمنها الوطني وتطرق المجلس إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط الصافر الراسية في ميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة عوام مع تزايد خطر تحلولها أو انفجارها ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار مجددا إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على من تهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي أولا تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الغاز الطبيعي المسال والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظابية ثانيا تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب البيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية ثالثا تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من يونيبه بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية رابعا البوافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان خامسا تفويض صاحب السمو والزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع اتحاد المصارف العربية في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية اتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية سادسا تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث واتخاذ ما يلزم حيال الموفقة على مشروع ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية سابعا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ثامنا الموافقة على بروتوكول تعديل الفقرة ألف من المادة خمسين من معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي القاضي بزيادة عدد أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إلى أربعين عضوا وبروتوكول تعديل المادة السادسة والخمسين من المعاهدة القاضي بزيادة عدد أعضاء لجنة الملاحة الجوية إلى واحد وعشرين عضو تاسعا الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية عاشرا الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين لتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية الحادي عشر البوافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكفحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريم ثاني عشر تعديل الفقرة واحد من المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ثلاثمائة وتسع وثمانين وتاريخ الخامس عشر من شهر رمضان عام الف واربعمائة وسبع وثلاثين ليكون صاحب السمو وزير الثقافة نائبا لرئيس مجلس أمناء المجمع الثالث عشر الموافقة على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالصيغة المرافقة للقرار الرابع عشر تعديل البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم تسع وثلاثين وتاريخ السادس عشر من شهر محرم عام الف واربعمائة وثمان وثلاثين ليكون بالنص الآتي قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلا للأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام بأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة الخامس عشر يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤوليتها السادس عشر الموافقة على الترقيات للمرتبتين الخامسة عشر والرابعة عشر وذلك على النحو الآتي ترقية ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم إلى وظيفة مدير عام المقررات والقواعد بالمرتبة الخامسة عشر بوزارة المالية ترقية جديع بن محمد بن حمود الجديع إلى وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الخامسة عشر بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ترقية المهندس عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الغدير إلى وظيفة مدير عام المشاريع والشؤون الهندسية بالمرتبة الرابعة عشر بالأمن العام ترقية المهندس ناصر بن خالد بن ناصر الماضي إلى وظيفة مستشار هندسي بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني ترقية المهندس حمود بن سبهان بن علي السبهان إلى وظيفة وكيل مساعد للشؤون الفنية بالمرتبة الرابعة عشر بوزارة الحرس الوطني ترقية ترقية فهد بن بارك بن عبد الحي العبد الرزاق إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشر بكلية الملك خالد العسكرية ترقية عبد الحميد بن عبد بن علي بن صالح السبعان إلى وظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمرتبة الرابعة عشر بكلية الملك خالد العسكرية ترقية إبراهيم بن حمد بن عبدالله المعجل إلى وظيفة مدير عام خدمات المعلومات بالمرتبة الرابع عشر بوزارة المالية ترقية خالد بن عبدالعزيز بن سلطان الرشيد إلى وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة الرابع عشر بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ترقية سليمان بن محمد بن عبدالله أبو عباء إلى وظيفة مدير عام فرع بالمرتبة الرابع عشر بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ترقية عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز التواجري إلى وظيفة مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات بالمرتبة الرابع عشر بالديوان العام للمحاسب كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وصندوق التنمية العقارية عن عامين ماليين سابقين وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات